وقد أعرب رئيس الحكومة الإسبانية عن إشادته وتأكيده على اهتمام إسبانيا بالمبادرات الاستراتيجية التي أطلقها جدالة الملك نصره الله خاصة مبادرة للبلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وكذا أنبوب الغاز لإفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب حضر هذا الاستقبال عن الجانب الإسباني السيد خوسي مانويل الباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون وسيدة إما باريتي الكاتبة العامة للشؤون الخارجية برئاسة الحكومة الإسبانية وعن الجانب المغربي السيد فؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة والسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد استعرض لدى وصوله إلى القصر الملكي بالرباط تشكيلة من الحرس الملكية أدت التحية قبل أن يقدم له التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة لا تنسى تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس اشترك في القناة